السلام عليكم يا شباب أحمد سامي كل سنوان طيبين لرمضان كريم ويا رب يجعلوا شهر بخير وسعادة وتقبل لكل طاعتنا وصلاةنا وصيامنا وكل حاجة يا رب ان شاء الله هيبقى شهر جميل وان شاء الله أنا بلتب لكم محتوى حلو في الشهر ده طبعا أنا عارف أن أنا بلتبت لأني عملتوا الريكوردة أو بسجلتوا ورفعتوا على القناة فعشان كده أنا بقول وأنا متطمن أه ما زيقول حاجة القناة دي بتتكلم طبعا في التكنولوجيا وأنا ده هدفي إن أنا موجود أحمد سامي عبارة عن شوية برامج على تطبيقات على شوية برمجة موجودين في القناة لكن مش ده الهدف اللي أنا بتكلم فيه دايما أنا بتكلم برضو لهدف حاجة إن أنا عارف إن أنا هنا بتكلم مع عائلتي فعايز أقول حاجة هنا مهمة أول حاجة وهي إحنا في رمضان يا جماعة وده حاجة جميلة جدا دينيا بلاش بقى الجو اللي معمول من الإعلام ده والفنانة الفلانية هتطلع مش عارف متجوزة فلان وامطلقة علان وبالمشهد المؤرف الفلاني والحاجات الغبية اللي احنا بنشوفها طول الشهر دي يعني لو جايين في أفضل شهر في السنة وبيضمروه بالقرف ده ودلأسف الشديد لو أنت ما تتفرجش هتلاقي أولادك بيتفرجوا هتلاقي غيرك بيتفرجوا أنا بلاقي أطفال صغيرة بتفرجوا على بلاوة على تيك توك مثلا وغيره فعايزين نقلل يعني أنا مش عايزة أقول نوقف لإن أنا نفسي نحن نوقف يعني إذا نقول نقلل حتى الموضوع ده تمام نحاول بكادر اللي ممكن نحن نقلل الضغط علينا من الأفكار دي أي حاجة بتقدم مشهد مش كويس ما تتفرجش عليها دي نصيح حياني لي أولا وليكو بعد كده تمام أي حاجة بتقدم فكرة مش مناسبة للشهر بلاش منها خلينا نعمل اتفاق أنا وإنتوا كده كميل قوي الاتفاق هو إيه هو إن انتوا شهر رمضان إن شاء الله كل يوم مثلا نقرأ جزء جزء قراءة أو اللي مثلا قوي شوية أو يقدر ممكن يقرأ جزءين الجزء بياخد قد إيه تلت ساعة قراءة يعني مش كتير يعرفيك خالص بالنسبة لأن اليوم 24 ساعة فنستفيد باليوم في حاجة كويسة نستفيد بوقتين في حاجة جميلة حاجة تقربنا من ربنا حاجة تخلي فعلا حياتنا لها معنا ويومنا له معنا بدل ما نتفرج على الرقاصة الفلانية والفنان البلطاج الفلاني والحاجات دي إيه رأيكم أنا عملتها أنا وصحابي القريبين جدا مني اتفاقنا إن احنا هنعملها إن شاء الله أوكي وإن شاء الله برضو في خلال رمضان جنب الفيديوهات التقنية اللي بعملها أهديكم شوية حاجات دينية مصادر دينية ممكن أنتوا مثلا تقروا منها القرآن ممكن أن أنتوا مثلا يعني تتعلموا منها ممكن أن أنتوا تستفيدوا منها في التفسير وحاجات زي كده فبرضو هقدم لكم مصادر من النوع ده إن شاء الله تنفعني وتنفعكم تمام فده اللي أنا أتمنى بجد إن احنا كلنا نركز وننتبه للجزء ده لأن ده أهم شيء في الدنيا ده يعتبر أهم شيء نحنا نكسب في الشهر ده على قد ما نقدر تمام احسبها كده كأنها سكور شوف اللي سكور بتاعك هيبقى كده فأتمنى إن الناس تكون متشجعة وإن هي تجرب معي اللي أنا هعمله ده تمام يعني أنا أحاول جنب الدراسة وجنب الحاجات دي إن فعلا زي أنا بقول كل يوم جزء القرآن ولو ربنا قدرني فهيبقى اتنين يبقى نختم القرآن مرتين في الشهر مش مرة واحدة كمي وطبعا وكل اللي يقدر فأقولولي في تعليقات كده إن شاء الله أن انتم متشجعين معي ونبدأ وإن شاء الله يوم العيد هعمل فيديو زي ده أهدنيكم فيه بالعيد وساعات هنشوف كل واحد مننا عمل ايه في الشهر الكريم ربنا يا ربي أتقبل منكم وما تنسونيش وصلاح دعاكم كان معاكم أحمد سامي كل سنون طيبين يا حبابي السلام عليكم